وللحديث عن الأزمة الاقتصادية ومآلات العملية السياسية المهددة بالانهيار بل المهددة بالانهيار في ظل العجز عن مكافحة الفساد المتفشي في الدولة معنا من إسطنبول الأستاذ حسين السبعوي الكاتب والباحث السياسي مرحبا بك معنا أهلا بك سلام حياكم الله كما قرأنا في الأخبار بمجلة فورين بوليسي تتحدث بتشاؤم عن الوضع الاقتصادي في العراق ومصير الدولة العراقية ما الذي أوصل البلاد إلى هنا أستاذ حسين يعني أعتقد التقرير قريب إلى الصواب بنسبة عالية جدا أن العراق مقبل على إفلاس وعلى انهيار اقتصادي وبالتالي أيضا سيكون هناك انهيار سياسي لهذا النظام السبب أعتقد من وجهة نظري هناك سببين رئيسيا السبب الأول وهو الفساد المستشري في الدولة العراقية من القواعد إلى أعلى هرم السلطة هذا الفساد المنتشر أفقيا وعموديا جعل من الوضع الاقتصادي في العراق من المستحيل التنمية أو محاسبة هؤلاء الفاسدين أما السبب الثاني أعتقد هناك عامل خارجي لتدمير العراق اقتصاديا وهذا العامل الخارجي وجد أفضل الوسائل وأفضل الأدوات التي يستخدمها في تدمير العراق وهم هؤلاء الموجودين على سدة الحكم لأنه لا يمكن أن يكون سعر النفط برميل النفط 30 دولار والكلام عن الأزمة الاقتصادية في الوقت اليوم سعر البرميل النفط تجاوز 50 دولار وبنفس الكلام ونفس النغمة فإذا هناك عامل مبيت للاقتصاد العراقي متحمد في تدميره ليس قضية أسعار النفط وإذا تذكرون سابقا كانت التقارير كلها تشير علاقة أسعار النفط اليوم أسعار النفط تجاوزة الخارجي ألا يفترض بالحكومة والقائمين على اقتصاد البلد أن يتكلموا بأخونات الجهازة الحكومة أستاذ حسين قدمت هي قالت أنها تحمل مشروع لإصلاح الاقتصاد ورقة إصلاح اقتصادي بيضاء كما أسمتها وتحاول كما تقول هل تعتقد أن ذلك يكفي من أجل إصلاح هذا الاقتصاد المتردد؟ يعني أنا كشخص لم أطلع على مثل هذا المشروع فقط في وسائل الإعلام لكن الذي طلع عليه مباشرة أدان هذا المشروع واعتبره هذا المشروع ورقة حمراء لا تصلح وسوداء لا تصلح لمعالجة الاقتصاد العراقي لأنه كيف تعالج قضية الفاسدين وهم في هرم السلطة في أعلى مستويات في الدولة كيف تعالج قضية البنك المركزي مع الفروع البنوقة الفرعية التي مساءًا يعني خسر الدينار العراقي تقريباً نسبة 10% من سعر الصرف الوطني كيف يعالج هذا؟ هذا الأمر لا يمكن أبداً كيف يعالج العامل الخارجي الذي لا يجرى أحد أن يتكلم عن وكلائه في الداخل؟ الأمر مستبعد جداً يعني علينا أن نتكلم بشيء منطقي وعملي وما هو موجود على الأرض وليس بالتصريحات الصحفية التي لا تسمن ولا تغني من جوة نعم في المقابل هناك تقارير صحفية وتصريحات نيابية أكدت منح حكومة الكاظم مناصب سياسية لبعض الكتل مقابل إغلاق ملفات فساد أمام هذا الفشل هل يمكن أن يستمر الكاظم في منصبه أكثر من ذلك؟ الكاظم الشرعية ومن البرلمان ومن الكتل السياسية فبالثالي أنا أعتقد نعم سيستمر لأن هؤلاء الفاسدين لديهم كتل تدعمه هنا يجب أن نركض على أن الكاظم ليس لتاج لثورة التشرين وهو مرشح لشباب ثورة التشرين كما شيء على إعلام وأراد أن يدلت في الموضوع الكاظم هو مرشح القوى السياسية وأولاء الفاسدين هم من هذه القوى والغريب لأول مرة أسمع في تاريخ العالم ليس فقط في العراق بأن هناك فاسدين يطالبون يدفع نسبة منها إلى الدولة ثم يحفون عنها والآخر يمنح مناطز حساسة في الدولة مقابل صدقة فساد هذا الأمر لا يمكن أن يقيم دولة ولا يمكن أن هناك نظام رصين يستطيع أن يدير الدولة ويرعى مصالح المواطنين هذا الأمر مستبعد جدا لا يستقيم ولا يقبله منطق نعم أستاذ حسين ماذا عن الدعم السياسي والعسكري الأمريكي للعملية السياسية هل تعتقد أن يستمر في ظل تهديدات إيران وميليشياتها وتغولها في العراق يعني أولا الأمريكان ليس داعمين للعراق هم مدمرين للعراق يعني يجب أن نصح السؤال بهذه الطريقة الأمريكان ليس داعمين للعراق داعمين للعملية السياسية وكذلك إيران لا يجد التقاطع بين إيران وأمريكا في دعم العملية السياسية ولا يوجد خلاف بينهم كما يصور كل الخلاف وما بينهم كلامي وللإعلام والاستهلاك المحلي هؤلاء الاثنين متفقين على تدمير العراق وقد توافقوا على أي حكومة تتشكل لا يمكن الحكومة تتشكل بدون توافق هؤلاء الاثنين فكل ما يحصل من ضغط خارجي هو بسبب هؤلاء الاثنين والنتيجة تعتقد على الداخل العراقي لهذا السبب أعتقد الدعم استمر والحالة العراقية في تشضي وفي تهاوي أكثر فأكثر إلى أن تنهى المؤسسات العراقية بكاملة ومن ثم يؤلن الفلاس آنذاك سيتون بنظاما جديدا كذلك سيدعمونه ما لن يكون هناك عامل آخر في استخدام هذا النظام وازي مع ذلك كيف يمكن لحكومة أن تقايض مستقبل البلاد بمجرد علاقات مع دولة تستخدم العراق ستارا لطموحها في المنطقة أو لتجنب العقوبات الأمريكية من جهة أخرى يعني هو اللي يقرأ التاريخ يدرك أنه كل حكومة احتلال هذه نتيجة طبيعية لما تقوم به الحكومة العراقية بالتالي العراق هو ليس مستقلا ولا يحمل سيادة كاملة حتى نتكلم عن حكومة وطنية كيف تصنع هذه الحكومات هي نتاج نتاج الاحتلال وإيران وبالتالي هذه النتيجة هي طبيعية لا يستغرب من أنه كيف يرهنون مستقبل البلد يعني هم من جاءوا مع الاحتلال وطلبوا منهم أن يحتل هذا البلد كيف نرجو منهم الاصلاح والله الأمر لا يستقيم ولا يقبلوا منقش وعد يأتي مع الاحتلال ويقول تعالى احتل بلدي ومن ثم نطالب أن يكون هذا الذي طالب بالاحتلال أن يحتل بلد وأن يكون هو المصلح وهو يا سيدي طاقد الشيء لا يعطيه أخيرا أستاذ حسين فورين بوليسي تقول أن العراق يتجه إلى انهيار مالي وقد ينهار معه النظام السياسي المتهالك كما وصفت المجلة هل يمكن أن تكون هذه نتيجة حتمية لمصير النظام السياسي في العراق القائم منذ 2003 على المحاصص والعملية السياسية؟ يعني النتيجة حتمية ستكون نتيجة متوقعة لأنه أي انهيار اقتصادي سيليه انهيار سياسي يعني الأمر متوقع جدا انهيار النظام السياسي في العراق نتيجة الانهيار الاقتصادي وخصوصنا الشعب يعني لقمة العيش مال وإلى ما قطعت ستكون هناك ثورات يعني من جميع المحافظات الآن إذا كانت في مناطق محددة ستكون هناك ثورات عارمة لأنه لا يمكن للإنسان أنه يعني يحارف في رزقه وأعتقد بدأت حملية محاربة المواطنين في أرزاقهم منذ مساء أمس نحن لاحظنا كيفية تحويم الدولار وكيفية عرصر وهناك السياسة أن تدعل من الدنار أن يصل إلى 160 فهذا الأمر أنا أتوقعه ولكن لا نتكلم عن حتمية هذا الأمر أشكرك جزيلا سيد حسير السبعاء والكاتب والبحث السياسي كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول